أخبار الفريق الأول وتحديدا أخبار المصابين خلال الفترة الحالية بيتم التنصيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي لمتابعة حالة أحمد فتوح حزير الأيصر اللي هيخضى على برنامج تأهيلي وعلاجي قوي جدا بعدما تعرض فتوح لإصابة في مبارات السوبر واللي كانت عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم زي ما قلت لحضراتكم اضطر الجهاز الفني بخيادة مستر فريرة استبدال اللعب سريعا من لقاء السوبر وفي الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بخيادة دكتور محمد أسامة فتوح بيخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية والجهاز الفني ينتظر تعفيق بشكل كامل علشان يقدر يشارك في التدريبات ولكن أطمن حضراتكم المكان ده إن شاء الله بأمان مكان الباكليفت في وجود عبدالله وكمان عبدالشافي الأجهز فيهم هيكون موجود في اللقاء من أخبار المصابين كمان عودة نبيل عماد دونجا للقاهرة وكان حاضر في تدريبات الفريق مبارح ودي مرة الأولى بيظهر فيها دونجا في التمرين بعد خضوع اللاعب العملية الجراحية بعد إصابته بقطع في غضروف الرجبة واللي تعرض لها مع منتخب الوطني كان طبعا أستاذ أمير مرتضل مشرف العام على الكرة حريص على استقبال اللاعب كمان الجهاز الفني للفريق وكل تمنى لدونجا العودة سريعة للمشاركة في التدريبات والمباريات وبدأ دونجا في البرنامج التأهيلي الموضوع لي من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة أدى اللاعب تدريبات جارية خفيفة بمحيط الملعب تحت إشراف دكتور عمر المطراوي خصائي التأهيل بالفريق وعقد الدكتور محمد أسامة جلسة سريعة مع اللاعب يعني منحوا خلالها ببعض التعليمات لتنفذها خلال البرنامج التأهيلي عشان يعود للزمالك في وقت اللقاءات بشكل قوي ويكون متعافى بنسبة 100% لتسمع أخبار الزمالك وخاض السنائي محمد عبد الشافي والبنيني سامسون أكينولا فقرة تدريبية خاصة على هامش الميران وخضع السنائي لفقرة تدريبية كده بالكرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريا فليب سوزا مخطط الأحمال بعدما أدى السنائي الفقرة أهلية والبدنية مع باقي اللاعبين الجهاز الفني بيحاول يجهز السنائي لمشاركة في التدريبات والمباريات وكان مستر فريرا حريص على متابعة أداء السنائي للبرنامج التأهيلي أكيد محتاجينهم جدا مش بس اللاعبية دي محتاجين كل اللاعباء في اللقاءات اللي جاية من اللاعباء نروح لمركز ممي جدا وحراسة المرمى قد عواد وصبحي ونديم سلاسي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية على هامش الميران وقام كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك بتأسيم التدريبات لأخطر من شق أو هنقول لشقين الرئيسيين الأول فقرة أهلية لعدة دقائق يعني هنقول زي أحماء بلعيبة أوروما بكادة للعيبة وبعدها تدريبات فنية مختلفة ركز خلالها على سرعة رد الفعل باستخدام بعض الحاجز وعلى هامش التدريبات أدى عواب برنامج تأهيلي خاص علشان يكون جاهز للقاء إن شاء الله دايما يكون جاهز وكل اللعيبة يكونوا جاهزين